باتريك باز مصور صحفي بعد ما برم العالم وغطى الحروب العالم كلها رجع على لبنان وبعد سفرات والكتير قرر يسافر بقلب لبنان والهيئة السفرة كانت طويلة وحرزينة وغنية كمان فأنتجت كتاب كريتين دي لبان وهذا هو الكتاب ما في صورة بره بس في صور كتير جوة بتصورها شيء مقصود يعني الصورة بره معبرة أكيد ولكن التركيز على الصور جوة باتريك أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يعني نفتح الكتاب ما بعرف الكاميرا إذا فيها تلحقني لحتى لنشوف أوقات صور مثل هالصورة كنا بسألك إنه هيدا أكيد بلبنان ولكنك فتت على كتير من الزوايا يمكن يلي نحنا أو ما وادين عليها ما بقى ننتبه له يعني بتصير هيك من البيزاج تبعنا نحنا منشوفها دايما هون عم نشوفها بعينك وبطريقة مختلفة خبرني شوي عن أول شيء تغطيتك كمصور صحفي لا الحروب بالعالم هيدا عمل خطر عمل بده كتير من التكريس وأنت عملته على مدى 30 سنة ليش رجعت على لبنان وهل أنت عتزلت هالعمل تصوير السابق؟ أنا عتزلت تصوير الحربي تصوير الحروب وتصوير المشاكل بالعالم لأنه تعبت وبعد 30 سنة يعني صارت معي معي تفيني أتحملها لهذا التغطية بقى قررت أنه رجع واستقر بالبلد ومن بعد ما صورت الموت 30 سنة قررت تصوير الحياة بقى رجعت على لبنان وصارت تغطية لبنان بالنسبة إلي كان بدي عبرها بدي شوف أشياء جديدة باللبنان لأنه استقرت من سنتين وقعت بالبلد وكنت أطلع بالسيارة الصبح وجرب أكتشف المناطق والبلد وصرت شوف إشياء جديدة ما كنت عارفها مثلاً ما كنت معوعد عليها بجوز أنتم معوعدين عليها بس أنا ما كنت معوعد عليها هي التعابير الديني هاللي موجودة على السيارات الصلبين على الجبال اليافطات يعني كل هالإشارات الدينية هاللي بتحدد مناطق بتقول هالمنطقة مسيحية هالمنطقة مسيحية هالمنطقة الشعية هالمنطقة وهذا ما كنت معوعد عليها وبلشت تصور بس مش تصور بهدف إنشور كتاب كنت صور بهدف صحافي ولو كالصحافي الفرنسية لأنه كنا عايزين هالصور من وجود هالطايفة المسيحية في لبنان وكانت من سنتين ونصف بتذكري كانت المنطقة كلنا عم بتعاني من هال من داعش ومن المجازر على الأقليات بالعالم بالعالم وبالمنطقة يعني بالشرق الأوسط بقى صرت يعني صرت شوف الشيء أنه مستحيل يصير هالشي مع مسيحية لبنان لأنه مسيحية لبنان منن عندن شيء خصوصي لهم هي مناطقهم هي عندن زبدك أحزاب سياسية عندن وجود سياسي عندن كان وجود عسكري كان عندن ميليشيات مش مسيحية سورية مسيحيين سورية ولا مسيحيين العراق يعني وفيه كمان شغلها اللي عم فرجي صورة الداس بالأرز فيه شيء مهم كتير بمسيحية لبنان هو الجبل هاللي حماهم خلال هالسنين يعني بتاريخهم وبتاريخ المنطقة يعني كي دايما نحتموا ما فيه هضب معلية صليب يعني ما بعتقد تعذبت كتير لاتصور هيك صور لأنه تعذبت يمكن يعني هون فيه تلج يعني رح تلاقي بأي جبل من لبنان على أي هضب فيه صليب صحيح؟ بالضبط وهيدا بالنسبة لي كمان بعبر عن شيء مني معوض عليه أنه بفتكر من آخر بلاد مسيحية بالعالم عندها الأد مظاهر ما فيه مسيحية بالعالم مع أنه بالبلدان الأوروبية يعني فيها الكاتدرائيات الكتير كبيرة والناس يعني بتروح بس تحت اللي تتفرج على ضخمتها وعلى جمالها من أي عصر مردية بينما هيدا الصليب عم ينشك اليوم عم ينشك اليوم وعندي كمان الكنيس اللي عم تنباني اليوم ما في بلد بيبني كنيس يعني بيجوز بالفليبين أو بأمريكا اللاتينية أو ببولانا اليوم بس ما في بلد أنا بالنسبة لي ما شفت شيء بلد مسيحي إذا فينا نحكي عن مناطق مسيحي سميهم بلد مسيحي يعني بس أنه في شيء اسمه بلبنان مناطق مسيحية طبعا على سيرة يعني الكنيس اللي كمان هلأ عم تتعمر في كتير من البلدات بتجمع حالة بالرغم من أنه أوضاع الاقتصادية بتكون كتير صعبة وبتبلش تبني كنيسة وبتستمر عشرين وثلاثين سنة عم تبني بهالكنيسة هلقد منا قادرة يعني اقتصاديا تبني الكنيسة ولكن في أهمية لها المكان بشكل أنه بيعملوا أي شيء لا يقدروا وفي نفس الوقت لأنه كمان مثل بلبنان وبيعتبرها كمان كتير مهمة بلبنان أنه الشعب بيفقد سقته بالسياسيين وبالأحزاب السياسية وبيتوجه للدين نعم هلأ هون عم نشوف عقول حال صورة كمان كتير كتير حلوة وكتير معبرة مجموعة من الرهبين عم بيصلوا هيدا بدأت شكر أبونا فادي خوري فادي تابت عفوا هاللي كان عم بيعمل كليب لتشاريتي تيفي على صلاة النساك وعلى صورة النساك عمل كمان مسرحية على صورة النساك وسمح لي صور وهون كليبات ومسرحيات وإلى آخرها كمان من المظاهر يعني اللي بعبر فيها الشعب المسيحي باللبنان عن هويته أنت بتقول يعني هو حاجة بالتعبير عن الهوية هل هذا الشيء سلبة ولا إيجابة هي المشكلة باللبنان أنه خارج البلد كله بعبر عن هويته اللبنانية نعم داخل البلد بتصير هويته دينية أو طائفية أنا ما بيعتبره شيء إيجابي يعني أنه كلنا لبنانيين بس فيها مثل ما قلتلك فيها فقد استقاب بالسياسيين ساعة اللي بيصير فيه فقد استقاب بالسياسيين شو بيعمل واحد توجه للدين ويتوجه لطائفته وبصير يلفع طائفته وبصير خوفه من الطائفة التانية وبصير الطائفة التانية يتعبر كمان بدينها على بالنهاية لو ما فيه مظاهر يعني بالعالم ولكن العلاقة بين بين الإنسان وبين الله لو كانت يعني علاقة بتصير هيك فردية وشخصية بتبطل فيها هالقدم وظاهر ولكن أهم بكتير من العلاقة مع البشر أو الثقة بالناس يعني إذا ما نحكي دينيا هذا الشيء نحن بعدنا متمسكين فيه أنت بنظرك الصعوبات اللي عم نمرق فيها مخاليتنا نكون عم نمسك أنا بفهم شيء بفهم لأنه فيه صعوبات ولأنه صار فيه مجازر حوالينا ولأنه تاريخ لبنان مبني على حروب وعلى مجازر وعلى مجازر بين طواف وهذا الخطير بكل الموضوع أنه اليوم لازم نفتح على بعض بس بطريقة عم تصور الحروب عالميا يعني عم تصور أزمات وصعوبات كتير كبيرة ومجازر كتير كبيرة هالشعوب العالم والرحلات التي عملتها خلال 30 سنة لم ترى أي شعب مثل اللبنانية بصعوباته ويرجع لأ الله لا يرجع لأ الله بلأ إذا بدك نحكي عن طايف الإسلام أكيد أنه كل اليوم صورتهم هي صورة اللهية إذا فينا أنه منا سياسي داعش والقاعدة وإلى آخره لا محكي عن مسيحيين يعني بالعالم بس أنه مسيحيين بالعالم لا مسيحيين بالعالم لأنه صارت ثورة علمانية للمسيحيين بالعالم من هذا إذا بدنا فقالت بأمريكا اللاتينية أو بالفليبين أو ببلاد بعضهم عم بفتشوا على هوية خاصة لهم بس بأوروبا صارت ثورة ثورة علمانية بال قرن السازية مساكل فتذكر أنه يعني من وقت الأشياء تغيرت ما بيبنى حدا ما في ما في بلد حكينا النهب الأول ما في بلد بتبني كاتدراليات جديدة هم نبني كاتدراليات نعم وبنبني كنائس وبنبني جوامع وبنبني يعني أنه في اتجاه للدين هالي مش موجود مختلف عن بلدان نعم نشوف العرس الجماعي كمان وهون الأب على اللاوي وصور كمان كتير كتير حلوة كان عندك صعوبة تأخذ البعض من هالصور على قليلة لا ما كان فيه صعوبات لأنه كتير نفتح فتحولي بواب بسرعة لأنه أول شي بفتكر أنه خاصة أنه بيشتغل لويكل الصحافة الفرنسية وبفتكر أنه كلمة فرنسا كتير بتأثير بعدها بضيع يعني بعدهم بيعتبروها الأم الحنوني وأنه فرجيون لفرنسا نحنا كيف بعدنا مسيحية وكيف لأنه فرنسا هي بنت الكنيسة يعني معروف باسمه بتاريخها بقى لا مش ما كان صعب كتير هلأ كان صعب الأوقات إذا بدي إدخل على محلات وانت تروح بدون كاميرات أول مرة وبالتاني مرة بس صراحة ما لها علاقة ب هل كنت عم بعمل تغطية الحروب يعني كان بالنسبة إلي مريح و اكتشفت شي جديد يعني بالبلد عمليا كيف كانت عم تكون رحلتك لأنا عم نشوف صور بالليل صور بالنهار صور وج الصبح يعني ترجح تفرجتك أديس الأرز طيب ما صار لأنه كنا ناخد موعد وكان الطقس ما يسمح ونرجع مرة تانية لأنه الطقس يسمح كان في عندك كان لازم قوعة أو نام يعني بالنسبة إلي هيدا مش صعبة لأنه هيدا بغطي حروب هيدا بالنسبة إلي حياة طبيعية وشي حلو وشي إجابة و و ما قلت لك بعدما صورت الموت 30 سنة هيدا بالنسبة إلي اكتشاف إجابة هيدا الصورة شو خبرنا عنها هيدا كانت بسانت فيرونيكا وكانت عم تعمل رهبة كانت يعني عم بيعملوها رهبة كان عمرها بفتكر 21 سنة وبدأ تفوت على الرهبان ومتل ما قلت لك طلعت عدة مرات لعندون وعطوني موعد لصارة الأوردينيسيون تأجي صور هون يمكن المعمودية وقد كمان فقلة أهمية واحتفالية كتير كبيرة المعمودية بعضها بلبنان ببلدين العالم مش هيك ما في يعني اليوم مش هوني كمان المعمودية أنه أنا بنضم مثلا بتحني أنه أنا منضم لها الطائفة هلأ بفرنسا عم ترجع شوي ببلاد أوروبية عم ترجع لأنه فيه خوف هي المشكلة أنه عم بيصير فيه خوف من الثاني من الغريب من بس إذا مش خايفين من الثاني أو مش خايفين من الغريب دروري نكون نحن نضيع هويتنا ما أنا بالنسبة هذا السبيل الوحيد من كم متفقين شي خاص أنا بالنسبة هي الإيمان الإيمان من هوية الإيمان شي خاص وهذا اللي عبر عم جرب عبر فيه بالكتاب أنه بلبنان الإيمان منه شي خاص الإيمان لازم تفرجي وتعبري عنه وتكون هوية وهذا بالنسبة الاكتشاف ما كنت معوضع هيك شي أنه ما حدا بأوروبا مثلا يسألك عن دينك ما حدا بيجري بيسأل عن اسمك الأول أو اسمك الثاني هون اليوم صارين سأل أول سؤال بيسأله إذا ما بيعرفوا شو اسمك الأولين بفرجوا اسم العائلة يعني من وين من أيا ضائعة لا بكاز معينة لا يعرف كيف بدوا يحكي معك وهذا أنا ما كنت معوض عليه بقى هون اكتشفت هالشي وفتت بهالم هالمجتمع خاص للشعب اللبناني صدقيني هلا أكيد طلعنا شلنا الدين من الهوية بس بعده الدين موجود على إخراج الإد وبعده كل واحد بصوت هلا هل بدنا نخلق بلد مسيحي أنا هيدا مش هيدا الموضوع مش هيدا الموضوع ولا هيدا عم بتصور الواقع أنا عم بصور الواقع وهيدا الواقع وبعني في كتير انتقادات بالصور هاللي بتشوفيهم يعني انتقادات المجتمع اللبناني هاللي أنا كنت شوف مثلا بمرشار بالإسلام طبعا بتقولي بالغرب إنه في إسلام بيطلعوا على مرشار بالهايد ما بتصوروه أبدا يعني في مثلا ضيع ضيع مسيحية بجنوب محمية من من جوار إنه حمينة جوار الإسلام حمية ليش لأنه صار في صلحة وعادي وموجودين بين بعض وضيع بتعيش بين بعض بس إنه غريب يعني وأنا قلك كمان اللي المبسط فيه هاللي وقت كنا بالمطبعة كانت المكتيستو عم تشتغل على المطبعة بنت من إخواننا الشيعة يعني وكنت متوقع أنا تشوف الرياكسيون طبعا على الكتاب وفي شاب جاء وسأل شو هالصور قالت له هالصور كتير حلوة والكتاب يعني مفاجئ وحلو على الطايف المسيحي اللي كرتحت لأنه بالنسبة اللي كان جوابها إجابة وما أعمل شي غلط أنه ما ما خطيت طايفة بلا ما خطيت يعني يعني حابب صور غير طوايف وعمل كتاب على غير طوايف و وإن شاء الله يعني خير يعني بلد التنقضات لبنان ولكنك بيها المشاهدات واللي أنت ترجمت به الصور اللي نحن رح نشوها به الكتاب كريتين جيليبان يعني قدرت كمان تشوف أديها التنقضات أوقات مهمة وفيها تكون حلوة كمان يعني من الصعوبة ممكن يطلع إيجابية طبعا ها هو الكتاب إيجابي والصور حلوة وأكيد يعني كل واحد بيقرأ خلال سقفته خلال تاريخه وكل واحد عنده وجهة نظر للصورة وجهة نظر للكتاب وجهة صدر للدين وجهة نظر للسياسة حسب سقفته حسب الباكجرون التبعوين حسب ظروفه وصعوبات اللي بيمرق فيها ولكن كمان بيبقى فيه كتير يعني عادة نحن بلبنان إيماننا منحب أنه نعبر عنه منحب أنه نجاهر فيه حتى لو ما فيه صعوبة حتى لو ما فيه خوف من الآخر المجاهر بالإيمان هذا خاص بلبنان هذا خاص بلبنان أنا يعني بالليك بأوروبا بأسيا ما فيه ما فيه على على السيارات بيجوز بأمريكا بلا بمناطق بأمريكا بس هون لأنه نقول قدي 30% من من الشعب خايف بده يعبر بوجوده بده يعبر بهويته بتشوفي على السيارات والعكس كمان عند الإسلام نفس الشي بيصير بحط الله بحط مسيح إنه لأنه عايشين مع بعض وعم نصير هلأ تعايش موجود كريتين جيليبان موجود بالمكتبات بلبنان طبعا وبمكتبات الفرنسا مش موجود بلا بالأمازون وعلى الأونلاين سيلرز وعلى بوك ويتي وموجود لكن بمتناول الجميع لكل الأشخاص يلي حابين يكون عندهم هالتوصيق من كل المناطق بلبنان ومن كل هيك الزوية بلبنان وكل منطق بلبنان كمان عنده طريقته بالتعبير وهذا كان وثقته في الصورة لفرجاتين سألتيني إذا لبنان هذه ضواحي صيدة نعم باتريك باز شكرا لألك لوجودك معنا منتظرين أكيد كتبك تاني لأنه بعتقد ما رح توقف شغل وبلشت وكتشفت كتير أشياء على الطريق يعني كمكان برحلتك من منطقة مسيحية لمنطقة أخرى كمان ما رأت بمناطق تانية وأكيد أثارت أعجابك وأكيد رح نشوف صورتين شكرا لألك لوجودك وعافية ومنتابعنا وياكنا لعيف